اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بالتوجيه الكريم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي الأنشطة من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني لبرنامج خطوة للأسر المنتجة أو الانضمام لبرنامج سجلي وأشرت معاليها إلى أن توجيه سموه يؤكد التعاون المثمر والمستمر بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب لصالح الوطن والمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية كما أنه يؤكد الحرص على رعاية شؤون المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم والتشجيع على ممارسة العمل وفرص المشاركة في المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطن وأكدت معاليها أن مجلس النواب يقف دائما مع تلبية مطالب المواطنين وتوفير أفضل الممارسات والخيارات في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدر عاه الله والدعم التشريعي لتنفيذ برنامج الحكومة الموقرة وتحقيق أهداف ومبادئ رؤية البحرين 2030 ترجمة نانسي قنقر